السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع اليوم الصراحة قرأت مقالة مزعجة جدا بصحيفة بلد عن لاجئ قيل أنه نشر الرعب بقرية بأكملها والناس بسببه صارت تخاف تطلع بالشوارع أو خافون يأخذون أطفالهم المتنزهات شبيل بلاتس أيضا أصبحت مهجورة بسبب لاجئ واحد من دولة الصومال عمره 25 عام اللي فاجأني بشكل كبير هو إلى أي مدى تسامحت ويا السلطات وما عملت حد لشكاوي الناس مثلا أخذ اللاجئ إلى مكان آخر أو يعني ما عرفت ما هي مشكلته يقول لك أن اللاجئ اللي عمره 25 سنة الناس يذكرون أنه يفتر بالقرية اللي يسكنها 7500 نسمة ويهددهم لما يمشون بالشوارع وسكان البلد اللي هي اسمها هاردهايم بولاية بادن بوتنبرغ يقولون إذا ناخذ أطفالنا لشبيل بلاتس هو يقوم بالهجوم علينا أو الصراخ بوجهنا والمسألة مستمرة منذ مدة بعيدة تخيلوا 7500 نسمة يذكرون بقرية يقولون أن المتنزهات والأماكن العامة نتجنبها بسبب شخص واحد واحدة من السيدات تقول أنها مع ابنتها صاروا يبقون داخل المنزل ويخافون يطلعون برا لأنه يعني يقف كثير أمام منزلهم وتقول أنه يهددهم بإحراقة طبعا نجد أنه المشكلة الأكبر هي السلطات المفروض إذا كان شخص يشكل تهديد أو يؤذي الآخرين المفروض واخروه فضلا من أنه يتركون الموضوع يتطور ليصل إلى وسائل الإعلام فتاة شابة بأحد المرات تقول أن هذا الشخص هاجمني بالشتائم وحاول إيذاء جسديا ولكن اثنين من المرة منعوه من بلدة هاردهايم بولاية بادنفوتنبورغ طبعا سيدة اسمها كارين جوتمان صرحت لصحيفة بلد بأنها بأحد المرات كانت مخذ أطفالها إلى الشبيلي بلاتس ولما ركنت السيارة أتى عليها هذا اللاجئ وكان يحمل مقلات وأتى لضربها ولكن ضرب سيارتها وهرب ورحل بعيد تقول أنها بلغت الشرطة ولكن شيئا لم يحصل الادعاء العام بمدينة موزباخ يقول أننا تلقينا شكاوي عديدة عن هذا الشخص من دولة الصومال اللي يسكن بمسكن جماعي للاجئين جزء منها متعلق بالسرقة أو مضايقة الآخرين وعند التحقيق تبين أنه يعاني من مشاكل نفسية وتم تصنيفه على أنه غير كفوق بسبب مرض عقلي وأن جرائمه هي بسيطة لأنها يعني ليست خطيرة ولكنها تترك انطباع سيء جدا عند السكان أنا أجد أنه أمر مؤسف أن ولا جهة قدمة العناية لهذا الرجل أو الشاب المسكين فهو تخيله مصاب بمرض عقلي وترك فترة طويلة يثير يعني مشاكل بالقرية وأي شخص عده مشاكل عقلية ممكن أنه يعني يأثر على الآخرين من المفترض أنه يتعاملون ويأخذوا المصحة يقدموا لعلاج نفسي ممكن ما يحتاج حتى للمصحة المفاجأة الصادمة أن جمعية ليوبولدينة للعلوم بألمانيا وخبراء النفسيين يقولون أن 40 إلى 50% من يعني اللاجئين اللي أتوا من أماكن بها حرب وبها نزاعات عندهم مشاكل نفسية وكثير منهم يعني مصدومين وهنا بألمانيا بسبب البيروقراطية وأوقات الانتظار الطويلة تحصل عندهم مشاكل نفسية واكتئاب ويعانون من الوحدة طبعا أنا ما أتحمل مسؤولي عن هذا الكلام بل صحيفة بلد هي اللي نقلت هذا الخبر وهذه المعلومات الآن نتحول للموضوع الآخر واحد من الأمور اللي مع الأسف الشديد أنه إحنا نشهدها بعصرنا الحالي هي اللقاء اللي حصل بين فلاديمير بوتين هذا اليوم وكيم جونغ أون الرئيس الكوري الشمالي من حيث المبدأ أنا لست معادي لللقاءات والحوارات ولكن منتقد لبرنامج اللقاء دولتين عندهم أسلحة نووية كافية لإبادة الكوكب مرات عديدة ويعني كافية لخلق مشاكل بالتنوع الطبيعي وعندهم صواريخ عبر القارات ممكن تحمل لهم رؤوس حربية نووية تضرب يعني أي بلد يريدون بها كيم جونغ أون ركب قطار مدرع مضاد للكيمياوي والنووي وذهب به إلى روسيا لمدينة فلادي فوستوك أو هكذا هي تسمى فلادي فوستوك وكان هناك يعني الرئيس الروسي بانتظاره كيم جونغ أون شعبه فقير وشعبه جائع ويصنعون فقط الأسلحة ومركزين على الدفاع وكأنما العالم كل يعاديهم هم يحتاجون للغذاء ويحتاجون للقمح وروسيا دولة شاسعة جغرافيا عندها ما يكفي من الغذاء وهي تحتاج إلى السلاح الكوري خصوصا قذائف المدفعية اللي هي السلاح الأكثر استخدام بحربها مع أوكرانيا وهذا هو هدف اللقاء تنطيني آلاف الأطنان من القذائف ونتعاون أنا وأنت عسكرياً أغذي برنامجك النووي أدعمك بالتكنولوجيا النووية وأعطي شعبك الغذاء طبعاً بعض ما تعطيني قذائف المدفعية المفارقة الكبيرة إن الزعيمين التقوا بالسابق بل 2019 وكان برنامج لقاءهم هو تقليل الأسلحة النووية ويعني التخطيط للسلام بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ولكن فقط أربع سنين من عمرنا الأربع سنين الأخيرة عملت تغييرات شاسعة بكل العالم وحتى عند الدول النووية طبعاً بينما بوتين يلتقي بكيم وعندهم مأدبة غداء كبيرة يعني بين الرئيسين فروسيا عملت حركة غريبة جداً وجديدة وهي تحشيد 420 ألف جندي روسي بالأراضي اللي احتلوها من أوكرانيا وتعزيز هذا العدد الهائل من الجنود الجدد بـ 2260 دبابة 5,260 مدرعة قتالية 3,050 منظومة مدفعية و 920 راجمة صواريخ و 630 طائرة و 320 مروحية وسفن عديدة من البحر مستعدة لإطلاق الصواريخ على أهداف حتى خمسة غواصات بينها غواصات نووية جاهزة للتنسيق مع الـ 420 ألف جندي اللي تم تحشيدهم إلى الأراضي الأوكرانية اللي احتلتها روسيا في خطوة لا أحد يعلم ما هو المقصود منها و شيء آخر تم العمل عليه وهو إنهاء صادرات الحبوب الأوكرانية و ضرب موانئ القمح الأوكرانية والموانئ الأوكرانية تقريباً كلها اللي تصدر الحبوب والقمح إلى الدول الأوروبية والأفريقية خصوصاً دول شمال أفريقية لأن ميناء إسماعيل وريني وأوديسيا هي الموانئ الثلاثة المتبقية كلها تم ضربها وتم ضرب صوامع القمح هذا يعني هناك شيء يتم إعداده وطبخه الآن على النار المستعرة وليس الهادية بنفس الوقت هناك إعلان من روسيا عن أن أوكرانية تستخدم طائرات درون حربية ألمانية الصنع بقصف المدن الروسية خصوصاً مدينة نوزبيكوف وبريانسك أو إقليم بريانسك داخل العمق الروسي تم بهذه الطائرات اللي يستخدمها الأوكران طائرات الألمانية قصف مباني ومراكز بنا تحتية تقول روسيا أن الطائرات اللي تقصفنا هي طائرات ألمانية تصنع من شركة كفانتوم البافارية اسم الطائرة هي فيكتور وحسب المعلومات فإن ألمانيا أعطت أوكرانية 300 طائرة من هذا النوع الآن أصدقائي نتحول للموضوع الآخر هناك ظاهرة تنتشر عند أطفال اللاجئين بألمانيا وهذه الظاهرة تتكلم عنها وسائل الإعلام الألمانية وهي ظاهرة الفقر الشديد لأطفال اللاجئين تقول صحيفة فيلت أن تحديدا أطفال اللاجئين اللي أتوا إلى ألمانيا بعد 2015 الآن يعانون من عراض الفقر الشديدة طبعا من محركات هذه الظاهرة ظاهرة فقر الأطفال هي تبعات الكورونا وتبعات حرب أوكرانية من تضخم وغلاء بالمواد الأولية وارتفاع سعار المحروقات تجعل هذه الأشياء الطبقة المتوسطة والفقراء يصرون أكثر فقر والأثرياء هم يعني دائما يزدادون ثراء حسب بيانات وزارة المالية الألمانية فإن 47% من أطفال اللاجئين اللي أتوا بعد 2015 يحصلون أهلهم أو يعتمدون على مساعدات الدولة ومدفوعات الجوب سنتر والكندا جيلد بالإنفاق على أولادهم وهذا الشيء يؤثر على الطفل فمثلا بلقاء تم عمله مع طفل أفغاني ووالدة يقول الأب أنه عندما يذهب ابنه للعب كرة القدم مع الأطفال الآخرين فهم يرتدون ملابس رياضية وهو الوحيد اللي يرتدي ملابس عادية يعني ابنه اللي عمر عشر سنين ولما يذهب زملاء بسفرة مدرسية فتكلفة السفرة المدرسية يعني حيانا تصل إلى 110 يورو فهم لا يرسلون ابنهم بسبب الفقر إلى السفرات المدرسية وهذا يأثر على مستوى وعلى علاقاته مع زملاء ولما يذهب زملاء بالمدرسة لحديقة الحيوانات فتذكرة الدخول 23 يورو تمنع الأب ويعني كثير من الآباء الفقراء من أرسال أبنائهم إلى هناك كثيرين لما ينظرون لهذا الأمر يقولون أنه هو أمر عادي مجرد وضعت أطفال يعانون من الفقر قد تتغير أمرهم بمرور الزمن ولكن الحقيقة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون أن جيل كامل من الأطفال الأطفال اللاجئين الآن يعني نتكلم عن نسبة كبيرة من الأطفال يؤثر عليهم الفقر وهذا التأثير رح يخلق بينهم وبين نظراءهم فروقات وحرمان وتأثير سيء عليهم هناك خصائية نفسية اسمها شيرين حسيني وهي متطوعة بجمعية لمساعدة اللاجئين أو يعني تمليلهم استمارات تساعدهم بترجمة أمور تقول أن كثير من الأطفال اللاجئين بسبب الفقر لا يختلط بهم الأطفال الآخرين فيعني الفقر فعلا مشكلة كبيرة للأسف أكثر ضحايا الفقر هم عوائل عندهم عدد كبير من الأطفال مثلا أربعة أو خمسة أطفال فما فوق فلهذا العدد الكبير من الأطفال أنت تحتاج إلى معاش عالي جدا لتلبية متطلباتهم هذا قد يكون أحد الأسباب اللي تؤدي لقلة الإنجاب بألمانيا الآن أصدقائي نتحول للموضوع الآخر يوم الأحد الماضي بولاية نيدا زاكسن بمنطقة اسمها بانبوغ فتاة عمرها 17 سنة الفتاة طلعت من منزلها يعني بخبرة أهلها أنها راح تطلع تلعب بالسكيتر وهو لوحة تزلج اللي بأربع عجلات وهي خرجت من المنزل بعد الظهيرة بقليل يعني كوتس ناخ ميتاق فلم تعد أبدا إلى أهلها بنفس اليوم بالساعة السابعة مساءً من يوم الأحد كان هناك شخص على دراجة هوائية تصل بالشرطة وقال لهم أنه شاف الفتاة ميتة مرمية بحفرة أثناء تجولة بالدراجة الهوائية يعني هو ذكر للشرطة أنه شاف بنت ميتة بحفرة تبين أنها نفس الفتاة اللي خرجت لأجل أن تلعب بلوح التزحلق يعني مالتها بالمنطقة المحققين أتوا لمكان الحادثة أغلقوا أجزاء كبيرة من المنطقة لأجل التحقيق وما شاهدوا يعني لم يتموا لاحظة أثر حادث مروري على الفتاة أو يعني آثار اعتداء أو اختصاب ولكنهم أكدوا أنها قد تم قتلها ورميها بالحفرة ولكن السؤال هو من قتلها هذا ما يتم الآن التحقيق بشأنه نتمنى العدالة للضحية وأن تحصل إجراءات تكافح حتى زايد الكبير بالجرائم بالعامين الأخيرين لأن فعلا هذا النوع من الجرائم كان سابقا نادر للحصول ولكن الآن يحصل بشكل يومي تقريبا بألمانيا الآن نتحول للموضوع الآخر يوم أمس كنت أتناقش مع زوجتي بفكرة التحول لمدينة أخرى بعيدا عن منطقتنا لأسباب عديدة أهمها القرب عن أماكن العمل وجود جامعات بشكل يعني ممتاز ومدينتنا السكنية كل شي بعيد عنها أقل شي مسافة ساعة بالسيارة واحد من الأشياء اللي صدمتني كوني من ستة أشهر بطلت أبحث عن شقق للإيجار هو أن الأمور تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية بحيث الآن بمدن عديدة سابقا كانت الإيجارات بها رخيصة لأن أصبحت يعني الإيجارات أكثرها فوق الألف وخمسمائة يورو أو ألفين يورو نتكلم عن الشقق متوسطة الحجم نفس الوقت لما كنت أبحث عن شقة فرحت لأن لقيت شقة بإيجار منصف في مدينة مونشكلاتبخ معروضة للإيجار قبل يومين ولكن لغاية فكرتها لأن مكتوب 13 ألف شخص شاف الإعلان على موقع كلاين أنت سائقة هنا يعني لنقل الفرصة راح تكون واحد من 13 ألف شخص بأن تحصل على هذه الشقة حتى أكون صريحة ياكم نفس الشقق اللي كانت قبل ستة أشهر تحت الألف يورو إيجار الشهر الواحد أصبحت الآن فوق الألف وخمسمائة يورو موضوع السكن بو قبراسي واليوم شف التقرير زاد المستقبل سوء بالنسبة إلي لأن أملنا الوحيد هو أن ألمانيا يكون بيها بناء كثير وزيادة من مشاريع البناء حتى تتوفر شقق أكثر وتصير فرصة متاحة للإيجار حتى لو بسعر غالي اليوم التقرير جاء من أحد أهم من المعاهد الاقتصادية بأوروبا ومعهد إيفو الاقتصادي الألماني لمركزي من مدينة منشن تبين أنهم عاملين دراسة وهالدراسة تشير إلى أن مشاريع البناء الآن هي قليلة بالنسبة للسنين الماضية ولكن المشاريع القليلة حوالي 21 منها تم إلغاءه بشهر آب أغسطس الماضي والنسبة الأكبر بإلغاء المشاريع هي بمشاريع البناء السكني السبب هو الزيادة الحادة بأسعار وتكاليف البناء وأسعار الفائدة ليس هذا فقط بالشركات البناء والمقاولات 45% منهم يقولون أننا نواجه ظاهرة جديدة وهي نقص بطلبات البناء هذا يعني ما حدريد يبني بالوقت الحالي بشهر آب من العام الماضي فقط 13% قالوا يعني من أصحاب الشركات قالوا إحنا نعاني من نقص الطلبات الآن 45% لو بقى الأمر على هذا الحال فحقيقة واحدة راح نواجهها وهي أن أسعار الإيجارات حتصير فضائية ومو بعيد يوصل إيجار الشقة الواحدة 3000 يورو أو 4000 يورو لألو نرجع 5 سنين ليورو أكبر المتشائمين ما كان يتوقع أن تعبر أسعار الإيجارات الألف يورو شهرياً الآن 2000 يورو 1500 يورو وفوق كل شيء بعد 4 شهور ندخل بسنة 2024 ورح يكون ممنوع على أي أحد أن يبني بيت أو شقة أو مجمع سكني بدون الامتثال إلى قانون الطاقة بالمباني القانون الجديد اللي يجعل البناء يكون أكثر غلاء ويجبرك على الطاقة النظيفة الغالية ويجبر على تغيير كل المباني بحلول 2030 بهذا الموضوع وصلنا للنهاية شوالتكنوا استفاديته نلتقي بفيديو آخر ما السلام